موسيقى نشأت الظهر من القناة الوطنية الأولى والبداية بالعنوين رصد ارتفاعاً في مؤشرات وأرقام الإصابات بمتحور أوميكرون ودعوات إلى مزيد الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية محطات النقل البري تشهد اكتظاظاً نتيجة إقبال المسافرين بعد العطلة الشتوية وعطلة رأس السنة الجديدة وبرمجة عدد من السفرات الإضافية موسيقى معرض جهوي للمنتجات الفلاحية للمرأة الريفية ومتوجون بميداليات ذهبية في معارضة وطنية يتحدثون عن تجاربهم أهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذا الموعد الأخبارية أكدت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا أن الوضع الوبائي في تونس يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات وأرقام الإصابات بمتحور أوميكرون في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة أن أكثر من خمسة ملايين شخص استكملوا التلقيح كل المؤشرات الوبائية تدل بأن تونس اليوم على عتبة موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا هذا ما أكدته مؤخراً اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا وذلك بعد رصد ارتفاع ملحوظ في مؤشرات وأرقام الإصابات بمتحور أوميكرون ووفق الأطباء المختصون فإن علامة أوميكرون تظهر بعد 48 ساعة من التقاط العدوى فيما تستغرق أعراضه وقتاً أطول من أعراض المتحورة الأخرى فضلاً عن تسببه في تداعية خطيرة لعدد من الأشخاص كما أن هذا المتحور يتميز بسرعة الانتشار ما يدعو إلى توخي الحذر وتجنب التجمعات واعتماد التلقيح وفي هذا الصدد ذكرت وزارة الصحة أنه تم يوم أمس تدعم 13378 شخصاً ليصبح بذلك عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح أكثر من 5 ملايين كما أشارت وزارة الصحة في بلاغها إلى ارتفاع عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسة الصحية في القطاعين العام والخاص إلى 305 مصابين بينهم 13 حالة جديدة إلى حدود يوم أمس وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 79 في حين يخضع 12 شخصاً للتنفس الاصطناعي ويذكر أن تجديد الرقابة على مستوى المعابر الحدودية مع الترفيع في عملية التقطيع الجيني واعتماد الجواز الصحي وتواصل حمل التلقيح من أبرز الآلية المعتمدة في استراتيجية مجابهة انتشار فيروس تورونا ومتحوراته في بادرة للتوعية بمدى أهمية الوقاية من الأمراض المنقولة ومكافحة كوفيد-19 وغيرها من المواضيع التي تهم صحة الإنسان انتظمت تظاهر وجهات لطالبات اللجوء بمركز اللجوء بمدنين أمنها مكتب الهجرة الدولي بتونس وإدارة الصحة الجهوية بمدنين ومكتب الهلال الأحمر في تظاهرة نوعية تستهدف المهاجرات وأسرهن المقيمات بمركز الإيواب مدينة مدنين ورشاة مفتوحة توعوية حول التوقي من الأمراض المنقولة جنسيا والأمراض المستجدة لسيما فيروس كورونا ومتبعة أنظمة التلقيح الموشهة للأطفال هذه العملية التحسيسية للتلقيح أرها هامة من أجل الحفاظ على صحة الجميع وأنا أدعو جميع المهاجرين إلى الأقبالية على التطعيم أنا مصابة بمرض السكري وبفضل هذه الحملات التحسيسية تمكنوا من الإحاطة بي وعلاجي تظاهرة أثث فعالياتها مكتب المنظمة الدولية للهجرة بجرجيس بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بمدنينة والجمعية التونسية للصحة الإنجابية والهلال الأحمر التونسية والكشافة التونسية بهدف تنوع هذه الخدمات التلقيح بالنسبة للأطفال خاصة أنه عنا العديد من النساء الحوامل وحديثات الولادة في المركز واللي يقودوهم حديث التونس وبالتالي هذه فرصة بيش نقدمو لهم الخدمات الصحية العمومية بالجهة كذلك تمتحهم بالتلقيح بالنسبة للأطفال تمتحهم كذلك بالرعاية الصحية في المؤسسات العمومية خدمات هذه منها أولا تبدأ يعني بيعطاء الجرعات التلقيح بالنسبة للأطفال مع تنسواء في سن ما قبل الدراسة أو في سن دراسة أيضا نتكفل بالعيادات قبل الولادة عيادات الحمل بالنسبة للمرأة الحاملة بصفة عامة أيضا نتكفل ببعض الأمراض المزمنة والأمراض التعفونية كجمعية نحن جمعية تنسية للصحة الإنجابية تدخل بتاعنا كان في مجال الصحة الإنجابية والجنسية الموضوع كان اليوم بالتحديد حول متابعة الحمل استقبال المرأة الحاملة وتوجيهها بتاعها والمواعيد الحاملة بتاعها كيف يكونوا تنظيم هذه التظاهر التوعوية حلقة إضافية من سلسلة تدخلات عدة في الرعاية والإحاطة تؤمنها المنظمة الدولية للهجرة مع شركائها التونسيين والأمميين لفائدة المهاجري الإنقاذ البحرية على السواحل التونسية وفي تطورات الوضع الوبائي في العالم حذت السلطات الفرنسية حذوى دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمال وذلك في وقت يواصل فيه الفيروس انتشاره حول العالم ليقارب عدد الحالات الإيجابية الثلاثة ملايين إصابة ما يزال فيروس كورونا بمتحاوراته المختلفة يواصل انتشاره حول العالم حيث تجاوز عدد الإصابات قربة المائتين وتسعة وثمانين مليون وثلاثمائة ألف إصابة في وقت تجاوزت فيه جرعات لقحة التي جرى تطعمها إلى تسع مليارات جرعة كما ارتفع إجمالية الوفيات منذ انتشار الوباء إلى خمسة ملايين وأربعمائة وأربعين ألف وفات أرقم مرشحة للارتفاع مع دخول متحول أوميكرون بخاصية ارتشاره سريع على الخطم ذو أسابيع حيث سجلت الهند ثمانين وعشرين وفاة وأكثر من سبع وعشرين ألف إصابة جديدة خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية وسط تزايد حالة الإصابة بالسلالة الجديدة وفي موريطانيا تصاعدت نسبة الحالة المجبة من عدد الحفوخصات المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا من 2% الأحد الماضي إلى 12% في غضون أسبوع بعد ظهور متحول أوميكرون واعتبرت سلطة البلاد تعرف موجة جديدة غير مسبوقة من الوباء من حيث سرعة ارتفاع الحالات كما تصاعدت في إيطاليا نسبة الحالات الإيجابية مع تسجيل أكثر من 141 إصابة بكوفي 19 وسط تراجع عدد الوفيات وفي محاولة السيطرة على الأثار الاقتصادية لتفشي أوميكرون في القارة العجوز حيث تجاوز عدد الإصابات المئة مليون مع نهاية سنة 21 و2000 قررت الحكومة الفرنسية تخفيف فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم من عشر إلى سبعة أيام وأحدث سلطات الفرنسية حذو دول أخرى مثل الولايات المتحدة التي قلصت فترة العزل لمنح حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمل من جهتها طلبت بريطانيا التي أكدت أن الإغلاق يبقى خيارا أخيرا طلبت من قيادة القطاع العام اختبر خطط الطور لتصادل أسوأ السيناريوهات في حالة غياب 25% من العاملين وذلك في إطار الجهود الرامية للتخفيف من حدث أي اضطرابات قد تنجم عن الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا اعتبرت منظمة أنا يقظ أن وزارة تكنولوجيات الاتصال لم تحترم أجال أطلاق الاستشارة الوطنية في موعدها المحدد يوم غرت جانفي الجاري مبرزة في بيان أصدرته أنه تم الانطلاق بعمليات بيضاء بدور الشباب وأن المشاركة للعموم تنطلق في ظرف أسبوعين وأعربت المنظمة عن رفضها لمسار أعداد المنصة الإلكترونية للاستشارة الوطنية دعية كافة الأطراف المتداخلة إلى احترام حق المواطنين في المعلومة والتحلي بأكثر شفافية وتشاركية وطالبت أنا يقض رئاسة الحكومة السمح لها بالمشاركة في العمليات البيضاء كسائر الجمعيات الأخرى التي تم اختيارها معربة عن أملها في أن لا تكون العمليات البيضاء وهمية للتغطية على عدم جاهزية المنظومة على حد قولها كما طلبت من وزارة تكنولوجيات الاتصال تمكينها من القيام بعملية تفقد مستقلة للتثبت من سلامة المعلوماتية للمنصة ومدى احترام المعطيات الشخصية ساعات قليلة تفصل التلاميذ والطلبة على العودة مجددا إلى مقاعد الدراسة بعد تمتعهم بعطلة الشتاء وفي عشية العودة المدرسية والجمعية تشهد محطات الحافلات والقطارات في مختلف جهات البلاد حركية كبيرة من قبل التلاميذ والطلبة ورغم محاولات الجهات المسؤولة توفير أسطول النقد لتأمين السفرات كافية للمسافرين فإن بعض الخطوط تواجه ضغطا كبيرا بسبب الأقبال المكثفي الذي تشهده عديد المحطات الجوني صغاري من تونس عبدو العيد هنا لبس أنا من نهارة الثنين اللي فاتت لها سبع أيام اللي قد سترة تسكرة نهارة لحد اليوم في الأحداث العودة المدرسية قمنا بعديد التحذيرات من جملتها تعزيز عديد الخطوط من جملتها عملنا زوز خطوط تعزيز الولايات نابل خمسة في اتجاه سوسا والمستير ثلاثة حافلات في اتجاهها سفاقص وثلاثة حافلات في اتجاه قابس وما زلنا متجندين هنا في وسط المحطة نستنى في اللخيان الطلبة وتلامذة اللي بشي مشوا يقرب وما زلنا متجندين مش نحضرونهم كيران نظم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمدنين معرضا جهويا للمنتجات الفلاحية في المجال المحلي للمرأة الريفية قد مثل المعرض فرصة لبيع منتجات فلاحية متنوعة تحصل أصحابها على ميداليات ذهبية في عديد المعارض الوطنية القوارس والورقيات والخضر والعسل الطبيعي ودواجن منتجات فلاحية بيروجية مختلفة أنتجت هنا نساء آمن بأهمية ما تنبته الأرض معرضات متنوعة من كافة معتمديات ولاية ميدنين شاركنا في المعرض الجهوي للمنتجات الفلاحية المحلية بوسط مدينة شاركنا في المنتجات الفلاحية لهم برتقال بورتغان قارس جي جي مشماش معجون مشماش معجون صفرجل زيت زيتونة زيتونة مختصة في تربية الدواج مشروع عبدت فيها 2017 والحمد لله البداية عبدت دجاج عربي بركة وتول الحمد لله بشي بشي طورت عملت الرود عملت جيوم ومهات تيسير والفيومي والدنت ما يميز المنتج الفلاحي بمدنين حصول عديد المنتجات على ميداليات ذهبية في عديد المعارض الوطنية كالعسل الطبيعي ومواد فلاحية تحويلية شاركنا كشركة متحصلة على بلشة ميداليات من بينها ميداليات الامتياز والميداليات الذهبية كأحسن منتوج كأحسن عسل في تونس عشر فائزات بجواز وبميداليات هذا طبعا يشجع ويشرف الجهة المعرض الجهوي للمنتجات الفلاحية المحلية بميدنين في دورته الرابعة يعد فرصة للفلاحات للتعريف بمشاريعهن وترويج منتجتهن مباشرة إلى المستهلكة نطور من دورة الدورة طبعا نعتبر هذا المرة عنده تخطيط استراتيجي نشكرها عليه ونشجحها وإن شاء الله كل الصلاة الجهوية نعملوا ليد في ليد ونطوروا ونساهموا ونرافقوا هالمنتجات والعارضات على تطوير إنتاجهم وذلك كانت تطور إنتاجهم يعني حققنا الاكتفاء الغذائي إقبال مكثف على مختلف هذه المنتجات الفلاحية من قبل المواطن وتأكيد من المشاركات رجوع المستهلك إلى اختيار المنتجات الفلاحية البيولوجية في نظامه الغذائي مشاريعنا تحتاج كثيرا من الدعم والتشجيع أمام إقبال المرأة الفلاحة على الاستثمار في القطاع الفلاحية بولاية مدنين وفي أخبارنا العربية والدولية نفذ جيش والاحتلال غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة مستهدفا مواقع غربي خانيونس جنوب القطاع ووفقا لوسائل أعلام محلية فقد أطلق طيران المحتل قنابل ضوئية عقبتها غارات على أهداف محددة وكان أربعة فلسطينيين أصيبوا برصاص المعدني المغلف بالمطاط أمس خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قلقيليا بالضفة الغربية كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من القرى ورغم انتهاكات الاحتلال الصهيونية التي تطال المسجد الأقصى لم تثني هذه الانتهاكات الحرفين الفلسطينيين من استعادة باريقي ورونقي قدسية المسجد الأقصى نتابع في باحة المسجد الأقصى يقوم حرفيون بإعادة البلور الملون في إطارات النوافذ المصنوعة من الجس نوافذ تشهد على فنون العمارة الإسلامية المزخرفة بلوحات فنية وأشكال هندسية دقيقة يعمل الحرفيون الفلسطينيون على استرجاع باريقي هذه النوافذ التي تم تهشيمها من طرف سلطات الاحتلال بعد اشتباكات انجدت في شهر ماي الفارض شباك الجبزين نكون محتفزين في نفس الرسمة كيف كانت أول ترجع نفس الرسمة ونفس الألوان نتمنى أن الناس تعرف شو اللي بنشتغله هون من نسبة الأشياء الفنية من نسبة التصليح الجبصية من شبابيك أو غير الشبابيك من نسبة الأقصى أو من الكاري الصخرة وقد أكد رئيس لجنة الإعمار بسام الحلاقة أن الشبابيك المتضررة وصلت إلى ثمانية تعمل الأهياد الفلسطينية المتخصصة على إصلاحها أرغم الصعوبات التي يواجهونها مع سلطات الاحتلال فهي تمنع وصول المواد الأولية اللازمة إننا نواجه صعوبات متكررة مع سلطات الاحتلال التي تمنع وصول المواد الأولية اللازمة لأهمال الترميم فمثلاً نطلب خمس لترات من الطلاع يعطونا الأذن بنص لتر فقط هذا نوع من الضغط علينا فهم يتدخلون في كل شيء أرغم العمل المذني الذي يقوم به الحرافيون حيث أن إصلاح الشبك الواحد يستغرق ستة أشهر إلا أن هذا التعب يزول عندما تستعد نافذة المسجد الأقصار ونقها وبهجتها لتسمح بأشعة الشمس بالإنسياب من خلال إنعكاسات البلور الملون لتصفي على المكان قدسيته الأبدية تأهباً لمظاهرات مناوئة للحكم العسكري التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين أغلقت السلطات السودانية منذ صباح اليوم الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة فيما اعتبر أحد مستشري الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية ما هو إلا استنزاف مادي ونفسي للبلاد وإهدار للطاقات والوقت ودعا تجمع المهنيين السودانيين القطاع المهني الذي لعب دوراً محورياً في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في أفريل 2019 في بيان له دعا إلى جعل 2022 عاماً للمقاومة المستمرة اندلع اليوم حريقنا في مقر برلماني جنوب إفريقيا بمدينة الكابتاون دون ذكر تفاصيل عن خسائر بشرية أو إصابات وحسب المتحدث باسم خدمات الطوارئ فإنه لم تتم السيطرة على الحريقة وكانت مدينة الكاب شهدت في أفريل الفارت حريقاً كبيراً انتشر على جبل تيبل المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزاً في مكتبة جامعة الكابتاون المرموقة الواقعة في السفح ولم تتضح إلى حد الآن أسباب هذا الحريق نهاية هذا الموعد الإخباري مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينه رصد ارتفاعاً في مؤشرات وأرقام الإصابات بمتحور أوميكرون ودعوات إلى مزيد الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية محطات النقل البري تشهد اكتظاظاً نتيجة إقبال المسافرين بعد العطلة الشتوية وعطلة رأس السنة الجديدة وبرمجة عدد من السفرات الإضافية معرض جهوي للمنتجات الفلاحية للمرأة الريفية ومتواجون بميداليات ذهبية في معارضة وطنية يتحدثون عن تجاربهم ولشيروا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية إلى اللقاء اشتركوا في القناة